بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعطيكم العافية انا هي من الجمال طالب الطب سنة 5 من جامعة البلقاء التطبيقية اليوم دي اكمل معاكم موضوع الفارماكو كاينتكس بس بالبداية بدي اذكركم انه تنوي دراستكم تكون خالصة لوجه الله تعالى علا وعسى انها تكون شفية لنا يوم القيامة لما ننسأل عن اعمارنا وشبابنا كيف قضيناهم وكيف استخدمناهم فاللهم اجعل دراستي في سبيلك واللهم اجعل يومي في سبيلك سبورت 1 من الفارماكو كاينتكس حكينا عن الميكانزم الفيوزين اللي هم بنوعي السيمبل والفاسيليتد حكينا عن اكتف ترانسبورت والاندوسايتوسيز وفي بارت 2 حكينا عن الابسوربشن اللي هو البرامتر الفارماكو كاينتك واتفقنا انه هو البرامتر الفارماكو كاينتك في هذا الفيديو رح نحكي عن الديستريبيوشن اللي هو الترانسبور of the drug from bloodstream to interstitial fluid and intracellular fluid طبعا زي ما اتفقنا انه البرامتر الفارماكو كاينتكس ريفاز to what the body does to the drug while فارماكو دايناميك is what the drug do to the body بالنسبة للديستريبيوشن فهو زي ما اتفقنا هو انه الدراج to leave the bloodstream and to enter the interstitium او الاكسرا سيليولار fluid tissues and intra سيليولار fluid طبعا هاي العملية مهمة بالنسبة الي ليش لانه انا مرات الدراج تبعي بحتاج انه يدخل intra سيليولاري لحتى يعمل الاكشن تبعه مرات هو بيقعد في tissues ليش بيقعد هناك بيقعد لانه الدراج لما يدخل على البادي بيدخل في concentration بتكون نوعا ما عالية فهو مرات بيقعد في tissues لحتى انه البادي ما بيكون محتاج كل اللي هتطلع من كل الموجودة عندي بروح بيقعد في tissues يعني بتكون بالنسبة له هون زي الريزورفير زي source of the drug لحتى لما تقل البلازما concentration of the drug يصير له من tissues ويرجع يدخل على البلد ويوصل لسايت of action تبعته اللي هو بدي اياها فهي هاي العملية بتكون ريفيرسيبلي لانه الدراج ممكن يدخل على tissues في احيان وممكن يطلع منها في احيان ثانية زي ما اتفقنا الدراج concentration تضلها تقريبا constant ف امرات للدراج بروح بيقعد intracellular بيقعد tissues بيقعد في interstitium لحتى البلازما concentration تكون مناسبة وبس ال بيطلع منهم فهو ريفيرسيبلي اول اشي لبلد فلو انا كل ما زاد لبلد فلو عندي كل ما زاد لليش لانه هيصير الدراج هيصير الدراج يوصل لل tissues يوصل لل interstitium يوصل لل interstitium فحيزيد توزع كل ما زاد لبلد فلو capillary permeability capillary هم blood vessels thin و delicate موجودين between arteries and veins هما بيكونوا مهمتهم يعني to exchange O2 and neutrons والسل waste between blood and cells يعني هما البوصل الأكسجين و neutrons من اللي بلد وبدخلوها على السل وبياخدوا من السل الواست تبعتها و بتخلص السل من الواست مكون من two layers اللي جو بتكون من سميها endothelial layer أو endothelial cells واللي برا basement membrane أو epithelium بيفرق structure تبعهم واللي بيأثر طبعا على permeability انه في عندي نوع من capillaries بتكون ايش endothelial cells ملتصقة كلها في بعض بتكون موجودة في الأماكن اللي أنا ما بدي كل شي بيدخل على البلد يقدر بكل سهولة يوصل لها مثل البرين أنا مش أي دواء بيدخل البلد بدي يوصل للبرين ويروح يعمل افكت هناك لما كان يعمله دماج للبرين يعني is a vital organ وورغن كثير مهم عندنا lungs nervous system بشكل عام هاد منسميها continuous capillaries النوع الثاني منسميه filistrated بيكون زي مثقب أو مخزق هيك بشبه الغربال بيكون في الأماكن اللي نوعا ما بيصير فيها الانتستان مثل كيدميز نلاقي فيها هذا النوع من ال capillaries وآخر نوع اللي هو discontinuous بتكون الاندوثيلي الثاني كأنها بعيدة عن بعض ذكأنها منفصلة أيضا بسموها sinusoid بتكون يعني فتحاتها أكبر من اللي كانت موجودة في الفينيستريتد مثل اللي موجودة في الليفر في السيبليان في الليمفنوز بتكون هون إحنا منحتاج أنه يعني لارج موليكيور منحتاج ايونيز موليكيور إنها تمرة فمنحتاج لارج بورز بس فهاي البرميابيليتي هي طبعا الستركتشر اللي فيه بورز مثل الفينيستريتد والدس كنتينيوز رح يكون مور بيرميابيل ذان الكنتينيوز الكنتينيوز رح يحدد لنوع الدرق اللي ممكن يدخل فيه اللي هو بس اللايبوفيليك لحتى إنه يكون قادر تباس السلميبرين يعني بنتريت السلميبرين ما رح يدخل من فتحة ويجب يكون اللايبوفيليك ويدخل في السلميبرين نفسه بينما الهيدروفيليك أو الايونيز يعني لحد معين ممكن إنهم يدخلوا في البورز تبعة الفينيستريتد أو الدس كنتينيوز ثالث كل ما كان في عندي بايندين أكتر في البلازما بروتيين كل ما قل الدستريبيوش نوعا ما لأنه رح يكون زي كأنه علق في البلود ما مش قادر يطلع لأنه البلازما بروتين تبعته رابط رابط فبالتالي هو ما يرح يقدر يتوزع للإنترا سيلولار فلويد ولا للتيشوز ولا على الانترستيشيوم فكل ما زاد البلازما بروتين بايندينج كل ما قلت الدستريبيوش بينما التشوز كل ما زاد التشو بايندينج كل ما كانت عندنا الدستريبيوش أعلى كيف هاي هاي لأنه زي ما حكينا إنه الدستريبيوش واحدة من أشكاله إنه الدراج يروح للتيشوز فهو كل ما مسك في التشوز أكتر كل ما كان الدستريبيوش تبعه أعلى بينما بالنسبة لل بروتين بايندينج لأ هي هتمنعه من إنه يعمل ليفنج للبلود ستريم فهي أللت من الدستريبيوش وآخر إشي ليبوفل ستبعت الإدراج كل ما كان الإدراج مور ليبوفل كل ما كان مور إيبل توب سلم إذن كل ما كان مور إيبل تو دستريبيوش انتو تشوز انترسيليولار انترستيش نحكي عنهم واحدة بس بتفاصيل شوي أكتر زي ما اتفقنا إنه البلود فلو كل ما ذات كل ما كان الدستريبيوش أعلى مثلا عندنا البرين والليفر والكيدني هما فيهم بلود فلو أعلى من السكليت والمسل وأعلى من الادبوس تشوز انت سكن انت فسيرا عندنا مثال دواء البروبوفول هو دواء بيستخدم في الأناستيزيا أو التخدير يعتبر شورت اكتنج انت رابد اكتنج ميديكيشن ليس شورت اكتنج لأنه بلود فلو عالية جدا فبالتالي هو رابد بيعمل بنتريشن للسل وبيدخل وبيعمل الاكشن طبعه فبيعمل رابد انستيزيا تخدير سريع وبعدها بيصير بيعمل بشكل أقل للسكليت المسل والأديبوس تشوز لأنه البلود فلو فيهم أقل بس لما يبلش يعمل بلازمة لحنا رح تبلش البلازمة تقل تبعية الدراج فالبروبوفور رح يبلش يطلع out of cns فبالتالي الكونشيسنس رح تبلش عند البيشن فهو بالتالي أيضا short acting الكابلر الpermeability زي ما اتفقنا الكابلري structure اتفقنا عنا هاي صورة الكونتينيواز كابلري شوفوا كيف الاندوثيلي السلز ملازقين في بعض ما بتحسوا انه في بورز ما بتحسوا انه في مكان ممكن لدراج يزرق منه مش مثل الفينستريت كابلري شوفوا كيف زي كأنها مثقبة زي كأنه في موليكيول ما رح تكون شرط كتير انها تكون لابوفيلك توبونتري دس الممبرين لانها بسهولة هتقدر تدخل من هاي الفتحات اما السينوسويدل او الدس كيف فتحاتها كتير اكبر وحتدخل موليكيولز اعلى واكبر حتى انها قادرة على انها تدخل بلازما بروتينز بحد ذاتهم فالكابيلري بفرق حسب قديش الباسمينت ممبرين فراكشن اللي اكسبوز شو اللي بيخلي الباسمينت ممبرين الباسمينت ممبرين طبعا هو اللي بيكون بيحاوط الاندوثيريال في هاي الصورة هو مش مبين بس هو بيكون لير بتحاوط هاي الاندوثيريال سيلز فكل ما كان في عندي سلت جونكشن كل مكان في عندي سلت جونكشن اعلى واكبر واكتر كل مكان الكابيلري مور برميابل كل ما صار فنستريتد و ديس كونتينيواث اكتر وايضا الكيميكال نيتشر اف ذا دراج بتفرق زي ما حكينا انه كل مكان مور لايبوفيلك كل مكان حيدخل اكتر حيقدر يدخل حتى من الكنتينيوث كابيلري بينما اذا كان هايدروفليك او كان ايونايز راح يحتاج فنستريتد او سينوسوديا الكابيلري الليفر والسبلين عنا اياهم من الامثلة الكابيلري استبعتهم ديس كونتينيواث شوفوا كيف عنا بهاي الصورة الورانج هو الباسمنت ميمبرين والبينك هما الاندوثيليا شوفوا كيف هاي الفراغات بتوين الاندوثيليا كيف عاملة اكسبوزنج للباسمنت ميمبرين اللي تحتها والدراج بيقدر يمرأ من جواتها من بينها يعني موجودة في بينما اللي في البرين شوفوا كيف البياسمنت ميمبرين نهائيا لان الاندوثيليا البناتها تايد جنكشن مش سلات جنكشن احنا ما عنا سلات جنكشن في البرين فالدراج مش اي دراج بيقدر يمرأ الدراج لازم يكون نفسها مش عن طريق بورز او ممكن انه يدخل اكتفلي ترانسپورتد رح يكون في الو بروتين كاريير وبروتين ترانسپورت تانيلز على هدول السلز ممكن انها الدخلة مثل الليفو دوبا الليفو دوبا دوها هو بريكيرسر للدوبامين الدوبامين طبعا اهميته موجودة للموفمينت للميموري وللموتيفيشن and pleasure يعني مسؤول عنهم الدوبامين مرضى الباركنسون بيكون صار في عندهم دكريز في الدوبامين level بالتالي بصير في عندهم unintended and uncontrolled movement بصير في عندهم التريمر او اللي هي shaking رعشة في الإيدين وفي الرجلين ممكن بصير في عندهم movement هم يعني بيكون لا إرادة وبيكون قاعد هجأ بتلاقي رفع إيده رفع رجله يعني بيكون unintended and uncontrolled مش بإيده involuntary الموفمينت بتبعتهم بتكون slow بيكون بعانوا من كل هذا بسبب انه الدوبامين تبعهم قل فإحنا بنعطيهم الليفو دوبا precursor للدوبامين ليش ما بنعطي الدوبامين عطول لأنه الدوبامين is a very very polar molecule وما لا موجودة على ال الدوبامين بس الليفو دوبا هو هادرو فالك بس في الى specific transporter بالتالي هو بيقدر يدخل وداخل لما يدخل للبامين هناك بيتحول للدوبامين وبيستفيد منه الجسم إذا زي ما اتفقنا الدرقز must be lipid soluble to be able to penetrate the CNS حتى انه تتزول في السيلز اما اذا كان ionized او polar فهو ما رح يقدر يدخل لل CNS لأنه ما رح يقدر يعبر الممبرين ولأنه ما يدخل منها البايندين اف الدرقز بلازما بروتين انتشو حكينا انه البلازما بروتين كلما زاد البايندين كلما يشأل الدستريبيوشن طبعا هاي العملية موجودة بتحبسلي الدرقز في الفيسل في البلاد ما بتخليه انه ينتشر لل بودي كمبارتمين للتيشوز للفلويد انتراسللر او انتراستيشيام بيكون نون دفيوزابل اتفقنا من محاضرة الابسوربشن انه الدرق اللي رابط في البلازما بروتين بيكون زي كانه مش موجود كذلك الدرق الموجود في تيشو بيكون زي كانه مش موجود مش موجود من اي ناحية من ناحية انه ما رح يكون الى فارماكولوجيكال افكت لانه هو رابط في اشي هذا اولا ثانيا ما رح يسر له المنش من الابدي فهو زي كانه مش موجود طبعا اشهر امثلة على البلازما اللي بتربط في الدرقز الالبومن هو الميجر درق بايندين بروتين و الثاني واحد الالفا ون اسد غلايكو بروتين هذا مسؤول عن بعض البيسيك درقز هدو الاثنين بربطوا في الدرقز بيمنعوهم من انهم يعمل نوعا ما ممكن نعتبرهم از درق ريسيرفر يعني زي كانهم مصدر للدرق لحتى انه لما يسر لهم من البلازما بروتين بيفصلوا يعني بيفصلوا فبيصيروا فري درقز فبالتالي بضل البلازما بلازما كونسنتريشن كونستانت تقريبا في الجسم اعميد البلازما بروتين بايندين انها يعني انا لما يدخل عندي كل الدرق على الجسم اذا كله كان انباون فرح يكون كله الى افكت ممكن زيادة الافكت تكون وصلت للتوكسيسيتي بس بنفس الوقت كل ما كان في عندي بلازما كونسنتريشن اعلى من الدرق كل ما زاد الريت فبالتالي بلازما كونسنتريشن of the drug will not dramatically increase in the body اما بالنسبة للبايندين of تيشوز فحكينا انهم ممكن يربطوا في بروتين في لباد في نيوكلك اسه جو تيشوز طالما لدرق اقرابط في تيشو فهو زي كان ان افاليبل زي ما حكينا وهي نفس الوقت ريفيرسابل حتى اذا قل المشكلة انه ممكن انه يصير في عندي اكيوميليشن في التيشوز هدا رحي ادي لعه توكسيسيتي في التيشو اللي هو صار له بايندينج مع الدرق كتير من زي ما حكينا ممكن تربط بلبيت بروتيين بنيوكليك اسيد او ممكن انها تبي اكتيف لترانسبورت انتو تيشو التيشو حكينا انها هي ريزيرفر للدرق بتعمل بتكون بتمثل سورس اف درق وبتخلي الاكشن تبعه يطول اكتر ليش لانها راح تمنع احنا اتفقنا قبل شوي انه كل ما كان البلازما كونسنتريشن اعلى كل ما كانت الريت اف اليمينيشن اعلى فلال تيشوز بتروح تمسك في شوية الدرق عشان الالمينيشن يكون اقل ولما اي ال تروح تطلع هاي الدرق اللي هي مسكت فيها فبالتالي بطول الاكشن تبعه اكتر في عنا مثال الاكرولين هو ميتابولايت من السايكلوفوسفامايت ممكن انه يعمل لي هيمورجيك سيستويتس في البلادر يعني السيستويتس هي انفلميشن اف ذا بلادر والهيمورجيك يعني انها فيها بلادي بلادي انفلميشن اف ذا بلادر لابو فلسيتي حكينا الدرق مست بي لابو فلك بي ايبل تكروس دا سل ممبرين والبلو بيأثر لي على بيأثر لي على الكروسين كلما وصل كمية اعلى للسيلز في بتالي صار بنتريشن اكتر اما الهايدروفليك ما رح تقدر تدخل لها السيلز رح تحتاج يعني طرق تانية ممكن انها تدخل عن طريق اللي حكينا انها موجودة في الفينستريتد وال ديس كونتينيو كابلاريز عنا مصطلح اسمه الفوليوم هذا هو زي فوليوم هو تعبرلي عن كمية الفلويد اللي انا رح احتاجها لحتى انه كل اللي دراج يكون متوزع بشكل متساوي بنفس كمية اللي دراج الموجودة في البلود بلازما شو يعني يعني احنا اتفقنا انه جزء من الدراج بروح بربط في البروتينز جزء بربط في التشوز وجزء بدخل انترا سيليولار وجزء بيعود انترستيش في الانترستيش ف احنا منحسب في حال او لا قبل هيك بغض النظر عن اللي ربطو قديش في عندي بلازما من اللي دراج ضلت موجودة في البلود نقدر نحسبها منشوف هاي الكون بعدين منعتبر انه الدراج ما ربط في كل هاي الاشياء وبدنا نحطو في البلود منشوف قديش منحتاج فلود لحتى نحط الدراج اللي مربوط في هاي الاماكن اللي حكينا عليها بحيث انه الكون سنتريشن اللي موجودة في البلازما ما تتغير يعني على فرض انه انا في عندي كونسنتريشن في البلازما من الدراج مثلا واحد جرام بير لتر هاي الكونسنتريشن بتكون ايش اللي هي الفري دراج اللي موجودة في البلازما فانا بحسب قديش رح احتاج فلويد لحتى الدراج اللي ربط في التجوز واللي دخل في السلز واللي دخل في الانترستيشن لو انا بدي احطهم جو البلد قديش رح احتاج فلويد زيادة لحتى الكونسنتريشن يضل 1 جرام بير ليتر هاي بنسميها الوليوم اف ديستريبيوشن هو زي ما حكيت لكم هو يعني فوليوم نظري مش واقعي يعني ما بيكون حقيقة الجسم فيه هالقدة كمية من الفلويد هو بس نظري بيساعدني لحتى اني اعرف اللودينج دوز اللي انا بحتاجها للأدوية وبيساعدني لحتى اعرف انودراج بيعمل ديستريبيوشن اكتر من التاني لانه اللي هيحتاج فوليوم اكتر بالتالي هيكون بيعمل ديستريبيوشن اكتر وهذا الفوليوم of ديستريبيوشن بساوي الامونت of the drug in the body على الكنسنتريشن at time zero الامونت of the drug اللي هي الكمية اللي انا بحطها في يعني في الجسم او انجكتت كمية الدراج اللي انجكتت بكون انا محدديتها طبعا على قديش كان الكنسنتريشن اول ما دخلت هذا الدراج هون امثلة على فرض انه انا قبل ما اعمل الادمنستريشن للدراج كمية الدراج اللي كانت داخل الجسم تساوي صفر كمية الفوليوم انترا فاسكولر لواحد لتر من انفرض انه انا بدي اقيس كمية الدراج في واحد لتر من انترا فاسكولر كومبورتمين بما انه zero دراج ادمنستريشن اذا انا عندي zero concentration of the drug نفرض انه انا دخلت 10 ميلي جرام وكل هدول العشرة دخلوا في الانترا فاسكولر ما في اشي ربط في تيشوز ما في اشي دخل في سيلز ما في اشي في الانترا ستيشيام فانا بالتالي عندي ال volume of distribution 10 sorry ال concentration تبعت ال drug 10 على ال 1 لتر انا عندي 10 ميلي جرام في كل لتر ال volume of distribution انا دخلت 10 ميلي جرام اللي هم هدول امام الدراج اللي انا دخلتهم 10 على ال concentration اللي حسبتها اللي هي برضو 10 فانا volume of distribution تبعت هدول الدراج 1 لتر طيب نفرض انه في عندي من العشرة اللي انا دخلتهم 8 بس اللي بيفوتوا intra vascular في اللتر تبعي و 2 بروحوا extra vascular extra vascular يعني اما في tissues اما في cells اما في interstitium فانا 10 ال amount اللي انا دخلتها على 8 اللي هي concentration 1 ربع لتر يعني انا بحتاج حتى انه للدراج تبعي يكون الconcentration تبعته تساوي الconcentration تبعت البلازما مثلا لو اني دخلت 10 و 5 بس اللي بيدخلوا intra vascular فانا عندي 5 mg per liter 10 على 5 انا بحتاج 2 liter of fluid to have 5 mg per liter من الconcentration تاعت الدراج واخر اشي انه لو 3 ف 10 على 3 3.33 liter بمعنى انه كل ما زاد distribution كل ما زادت كمية الدراج اللي بتطلع من blood stream وبتروح اكسرا vascular كل ما زاد volume of distribution احنا 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 60% من جسم الانسان هو water مقسمين في عنا طلتان موجودين intra cellular طلت طلت بس الاكسترا cellular 80% من الطلت هو interstitial fluid و20% plasma كيف ممكن انكم تحفظوا نوع يعني كيف ساعدكم تحفظوها هلأ 60% هذه معروفة انه 60% من جسم الانسان هو عبارة عن fluid ليش طلتان و intra cellular و طلت extra cellular لانه انا بحاجة انه هذا fluid او ال water تضلها موجودة عندي في الجسم عشان هيك انا معظمها بيكون intra cellular عشان احنا مثلا لو كانت معظم ال water عنا extra cellular برا الخلايا فاحنا حتى لما نسلم على بعض تنعصر الماء من ادانا زي كأن سفنج او سفنجة لانه احنا كل ال water extra cellular بالتالي برضه حتكون extra cellular بالنسبة لل scan مثلا فحفاظا على الماء انها تضلها معظمها في الجسم فتلتان ها موجودة intra cellular و طلت بس الا extra cellular بالنسبة لال extra cellular ليش 80% موجودة esti بين الخلايا وبين الانسجة لحتى في حال صار في عندنا bleeding مش معظم الفلود يكون طلع من الجسم والجسم يخسر معظم الماء تبعته اذا كان في عندي normal ماء وزنه 70 كيلو جرام تفقنا 60% من وزنه رح يكون fluid فبالتالي رح يكون البلازمة اللي هي هادي 20% من الطلت هتكون تقريبا 2.8 لتر البلد كله هيكون 5.6 لتر اكسترا سيليولار فلود 14 لتر توتال بادي ووتر 42 و الفات هتكون من 14 ل 25 لتر توتال بادي ووتر هاي هي 60% وهاي الاكسترا سيلي الفرويد اللي هي الطلت البلازمة هي 20% اللي من الطلت طبعا هاي 20% من الطلت مش من 20% من هذا الطلت مش من 60% معشي هدا الجدول سهل هو مبين زخم بس لا هو سهل بحكي لي انه كيف الدوار ممكن انه يتوزع في البلازمة ممكن متى الدواء رح يضل في البلازمة ممكن اذا كان له هاي ملك الويت يعني حجمه كبير وزنه كبير مش بسهولة بيعمل بنتريشن حتى بتوين البورت رح يكون بروتين باين مش بسهولة بشدة كتير رابط في البروتين اذا كان طول لارج لانه هاي مولوكيلر ويت فبهاي الحالة الدراج تبعي هيضله ترابط في البلازمة فرح يكون الو لانه بما انه ضله في البلود ما قدر يعبر ويروح لل التيشوز والانترستيشيام والانترسيليولار فبالتالي ما قدر يعمل كتير فحيكون الو لو بوليوم حتكون تقريبا بتساوي البلازمة اللي هي 4 لتر 70 كيلو جرام مثال على هاد الدول هبارين من الادوية اللي هي هاي مولوكيلر ويت اكسنسيو بروتين باين دين تو لارج وتراب تو ذن لبلازمة معظم الوائد اما الادوية اللي بتروح اكسترا سيليولار فلويد ما اللي بتكون لو مولوكيلر ويت ما اللي بتكون هايدرو فيلك بتدخل من الكابيلاريز بس ما رح تقدر تعمل موف لداخل الخلايا فهي قد تكون هايدرو فيلك انها اوكيا بتدخل من بس ما رح تقدر تدخل انترا سليولار فهي ممكن يعني تضلها موجودة في التيشوز او في الانترا ستيشيام فهي حتكون تبعها اعلى من البلازمة كومبورتمنت رح تكون عبارة جمع بين البلازمة فوليوم مع اللي احد في الانترا ستيشيال فلويد وهي تقريبا هتكون 14 لتر في 70 كيلو جرام مثال عليها ادويات الامينو غلايكوس امتي بايوتيكس اما اللي بتضلها في التوتال بادي واللي بتعني تتوزع على التوتال بادي ووتر التوتال بادي ووتر يعني على كل الجسم تقريبا على 60% من البادي ويت كل هاي 60% توزع عليها لدرج بشكل كامل فهي بالتالي هتكون اكيد هاي فوليوم أوف دستريبيوشن ليش لان هتوزعت على 60% كلهم مثال عليها الإثانون هاي الادوية بتكون لوموليكيولر ويت لها بتكون لايبوفيلك لان هتقدر حتى تعبر السلم فهي هتتوزع على كل الأماكن هتتوزع دخل الخلايا هتتعد في التيشوز هتعد في الانترستيشيوم هتعد كل مكان فهي هتقدر تعبر الانترستيشيوم والسلم وتعد جوا وتصير في الانترا سيليولر فلويد وهذا برض مش للحفظ البحث بس عشان تشوفوا كيف انه في أدوية ممكن انها تكون لها لوف متوسطة وفي أشياء بري هاي لدرجة انه كلوروكوين ممكن يوصل لها 13000 لتر طبعا عند الاسم الانسان ما فيوش 13000 لتر فبالتالي أبدي اياكم تظلوا متذكرين انه هو رقم نظري هاي لسلايت بس عشان اكد عليكم انه الدراج اللي بيرطبط في وعادة بيرطبط في سيفر الكمبارتمن زي ما اتفقنا انه بين حسب عن طريق الاماونت اللي بقى انا بعطيها لها مريضي على الكنسنتريشن اتايم زيرو فاحنا ممكن من الرسمة اللي هي بتكون في السينات عليها تايم وفي الصوضات البلازما كونسنتريشن وهي طبعا تكون رسمة لغريتم انه احنا نطلع الكنسنتريشن زيرو كيف زي ما انتم شايفين انه اول ما انا بعطيه اي في بيبلش يصير لديستريبيوشن ويتوزع بعديها بيروح بيصير للمينيشن وبصير الكنسنتريشن تبعا يعني بشكل سريع بس ممكن انه انا من الرسمة هاي نفسها لما اول ما يبلش يصير للمينيشن هون اول ما يبلش برجع من الخط برجع على مستوى الصادات برسم هذا الخط وهاي الكمية هي اللي رح تعبر عن البلازما الكنسنتريشن اللي رح يكون على الـ على الاعتبار انه من اول ما انا ادخلت الـ على طول كان اتشيفد وخلصنا منه فهي كابعرف الكنسنتريشن الـ 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 بهمني عشان اقدر احدد الـ 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 اتفقنا انها هي بتكون انا بعطيها لامريضي بتكون هاي نوعا ما مش نفسها اللي بيمشي عليها باقي الايام لش بستخدمها لانه مرات انا مريضي بيكون بحاجة لانه يوصل ل ثيربيتك لفل من البلازمة كونسنتريشن من الدراج اسرع من ما هو الدواء تي هاف لايف تبعته فانا حتى اوصل اسرع ل الكنسنتريشن اللي انا بحتاجها بروح بعطيه دوز اعلى حتى اسرع الوصول ل ثيربيتك سيرام لفل بيكون مريضي عادة يعني في حالة خطيرة لما استخدم هاي دوز دي جوكسن دواء استخدم في الكرونيك كارديا كفيلر احيانا ممكن اني انا استخدمه بالبداية هذا هو بيعمل سلوين للهورتريت عشان يعمل اكتر في يعني يصير افضل وضع المريض ممكن برضه دواء اسمه برو سينمايد برضه منستخدمه هو انتياريثميك N-A channel blocker ممكن نستخدمه لل life threatening arrhythmia حيانا مثل هاي ادوية ممكن اني احتاج بسرعة اوصل مريضي ل level therapeutic level في البلود فبالتالي بحتاج اني اعطي loading dose والvolume of distribution بتهمني عشان اقدر احدد loading dose عشان ايش بقدر احدد يعني من volume of distribution بعرف قداش كمية من دواي بتتوزع في tissues و inter cellular و inter stichium عشان اقدر احدد serum level فانا اقدر احدد loading dose اللي انا بحتاج ها لحتى اوصل السيرم level اللي انا بدي اياها حتى تكون therapeutic effect للمريض اثر volume distribution على drug half life طبعا هي كتير بتأثر فيها لانه elimination تبعت الدراج بتعتماد على قداش في عندي دراج بيوصل لل liver وال kidney قداش بوصل بلد اولا هتعتماد على blood flow اشي طبيعي ثانيا هتعتماد على قداش في عندي اصلا دراج جو اللي عم يوصل ها ف قداش في دراج عم يصير لدستريبيوشن في التشوز و انترا سيليلاري راح تفرق معاي لانها راح اطول لل half life elimination تبعت الدراج لانه زي ما حكينا انه احنا الدراج لما يكون دستريبيوشن انترا سيليلاري وفي التشوز وفي الانترا ستيشيوم بيكون unavailable for pharmacological effect وبنفس الوقت unavailable for انه بيكون الدواء مش موجود فبالتالي لما يقل في البلازمة راح يطلع من هاي الاماكن اللي صار لدستريبيوشن فيها فساعدتها بيصير متاح انه يصير له elimination متاح اصلا انه يعمل pharmacological effect تبعته فبالتالي كل ما زادت volume of distribution كل ما زادت half life elimination تبعت الدواء واي اشي بيزيد the volume of distribution راح يزيد للhalf life لانه راح يخفي الدواء عن انه يصير elimination وهيكا بتكون خلصت محاضرة distribution بتمنى اني اكون ما اصرت وما اخطأت واذا اخطأت سامحوني ايحد عند اي سؤال بتقدر تتواصلوا معاي على social media accounts تابعوني كلهم اسمهم هام الجمال زي ما هم مكتوب عندكم وبتقدر تتواصلوا معاي اكيد على جروب الواتساب وبس بالتوفيق